اشتركوا في القناة وتنظيم المقصود به عملية تقسيم وتجميع العمل الواجب تنفيذه في وظائف مفردة ثم تحديد العلاقات المقررة بين الأفراد الذين يشقلون هذه الوظائف إذن التنظيم هو عملية تقسيم المهام والواجبات والمسؤوليات على الموظفين وتحديد العلاقات التي تربط بين هؤلاء الموظفين أما أهداف التنظيم فهي كالآتي أولا يساعد التنظيم الجيد في تحديد العلاقات بين العاملين في المنظمة إذا كانت العملية تنظيمية جيدة فهذه يوضح مدى ونوعية العلاقات بين الأفراد أيضا معرفة العاملين بالأنشطة التي سيقومون بأدائها بشكل محدد التنظيم يساعد كل موظف في معرفة ما الذي هو مطلوب منه وما الذي يجب أن يؤديه كذلك يساعد التنظيم في توحيد جهود العاملين يوحد التنظيم جهود العاملين كذلك التنظيم يؤدي إلى عدم الإزدواجية في العمل أثناء القيام بالأنشطة اللازمة لتحقيق الأهداف فبالتالي كل موظف يكون عالم تماما بواجباته ولا يتدخل في أمور الآخرين ولا في أعمال الآخرين كذلك التنظيم يساعد على إنجاز العمل تنظيم الجيد الذي يحدد الأهداف ويحدد المهام ويحدد وظائف كل شخص ومهامه وواجباته ومسئلياته وسلطاته وكذا هذا التنظيم يساعد على إنجاز العمل بصورة كبيرة وسورة سريعة أيضا التنظيم الجيد يحقق الاستقلال الأمثل للموارد البشرية والمادية يحقق الاستقلال الأمثل للموارد البشرية والمادية لأن كل موظف يحاول أن يخفض من تكاليف الأداء وبالتالي تستطيع المؤسسة عبر التنظيم الجيد أن تستقل الموارد البشرية والمادية بصورة كبيرة جدا فتستفيد منها أقصى فائدة وبأقل تكلفة تكون الفائدة كبيرة وحتى هذه الفائدة الكبيرة تكون بأقل التكاليف أيضا كما أن للتخطيط خطوات والاتخاذ القرارات خطوات فإن للتنظيم أيضا خطوات معينة أول هذه الخطوات هو تحديد أهداف التنظيم لا بد أن نحدد أهداف التنظيم بصورة واضحة والخطوة الثانية هي تحديد الأنشطة الضرورية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف لا بد أن نحدد أنشطة ضرورية ولازمة لتحقيق أهداف التنظيم أما الخطوة الثالثة فهي تقسيم الأنشطة التي حددناها إلى أنشطة رئيسية وأنشطة فرعية أيضا توزيع الموارد المادية والبشرية على الأنشطة التي حددناها هذه الأنشطة التي حددناها نقوم بتقسيم وتوزيع الموارد البشرية والمادية عليها حتى نسد كل هذه الأنظمة ويتم تنفيذ كل هذه الأنشطة بصورة سريعة وفي وقت محدد كذلك تفويض السلطة لكل رئيس مجموعة كل قسم لا بد أن يكون لديه رئيس وكل مجموعة عمل لا بد أن يكون لديها رئيس لديه كامل السلطة في التعامل والتنظيم والرقابة على العاملين في هذا القسم فتفويض السلطة هذا يساعد رئيس القسم أو رئيس المجموعة على أداء العمل واتخاذ بعض الغرارات دون الرجوع إلى الإدارة وهذا الأمر يساعد في الاستقلال الأمثل أيضا للوقت أيضا الخطوة السابعة هي التنسيق بين الإدارات المختلفة والخطوة الثامنة هي إعداد الهيكل التنظيمي إعداد الهيكل التنظيمي أما الآن فنتحدث عن مبادئ التنظيم مبادئ التنظيم أولها مبدأ ضرورة التنظيم مبدأ ضرورة التنظيم وثانيها التخصص وتقسيم العمل وتقسيم العمل هو تخصيص أجزاء مختلفة من عمل معين لعدد من أعضاء التنظيم كما أن التخصص في أداء جزء معين من العمل هذا التخصص المقصود به أن بعض الأشخاص متخصصون في أداء مهام معينة هم الذين يقومون بهذه المهام لأنهم يجيدون أداءها بصورة ممتازة أما مزايا التخصص وتقسيم العمل كالآتي واحد زيادة مهارة العاملين في إنجاز العمل واثنان تحسين جودة المنتج لأن الإنسان المتخصص في أي أمر يحسينه ويجيده ثالثا المحافظة على وقت العاملين لأدائهم العمل بأقل وقت ممكن فالمتخصص هو الذي يستطيع أن يبدع ويعمل بصورة أكثر جدية وأكثر إتقان وأيضا أكثر سرعة وهذه السرعة هي التي تقلل من الوقت المهدر أو الوقت المستهلك لأداء المهمة أو أداء العمل ومع تقليل الوقت بالتأكيد تقل التكلفة فهذه التكلفة كتكلفة كلية متعلقة بتكاليف مالية وتكاليف جهد وتكاليف وقت وكلما كان الوقت طويل كلما زادت التكاليف المالية من حيث الإضاءة واستخدام العالة واستخدام وقت العامل وكذا أما عيوب التخصص وتقسيم العمل تكون كالآتي العيوب أولا تكرار جزء من العمل من الممكن أن يؤدي إلى الملل قد يمل بعض العاملون من عملية التخصص وكذلك يؤدي إلى القضاء على روح الابتكار أيضا مبدأ وحدة الهدف ومبدأ وحدة الرئاسة ومبدأ نطاق الإشراف ومبدأ تساوي السلطة والمسؤولية ومبدأ المرونة ومبدأ التدرج في السلطة ومبدأ تفويض السلطة ومبدأ المسؤولية كل هذه مبادئ لا بد أن تتوفر في التنظيم وهي عشر مبادئ أساسية لا بد أن تتوفر في التنظيم لكي يكون التنظيم ناجح أما الحالات التي تظهر فيها الحاجة إلى إعادة التنظيم فهي كالآتي أولا تعديل النظام الأساسي للمنظمة وثانيا التغييرات في ظروف العمل أو التغيير في الشكل القانوني التداخل والإزدواجية بين التخصصات أيضا لا بد أن يتم فيها التعديل إذا حدث أي تداخل في العمل وأيضا حدوث تغيير في حجم أعمال المنشأة وكذلك عدم وضوح السلطة والمسؤولية والرقبة في تطوير المنظمة ورفع كفاءتها كل هذه الأمور لا بد أن يتم فيها إعادة التنظيم لأن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة التنظيم بصورة مستمرة وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المحاضرة نلتق إن شاء الله في المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته